السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ كل صنف طيبين بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة عشر الأوائل من ذو الحجة وكل صنف طيبين ويكون عيد سعيد عليكم وطبعا قلت أرسم لكم ورسمة بمناسبة عيد الأضحى وكل صنف طيبين وإن شاء الله يكون عيد عليكم عيد سعيد عليكم سواب العشر أيام من ذو الحجة بسبعمائة ضعف يعني صفحة القرآن بسبعمائة صفحة لو قررت صفحة القرآن يبقى كأنك قررت سبعمائة صفحة في القرآن والتسبيحة كأنك سبحت سبعمائة مرة واليوم سيومه بسنة يعني اليوم من العشر أيام بسنة ويوم عرفة بسنتين يعني عشر سنين سيوم وطبعا زي ما أنتم شايفين دلوقتي بحدد الرسمة وهنا يعني بحدد الرسم فيه غلطة أوقات بوعوا فيها والصراحة مش أوقات معظم الأوقات إنها لما بجي بحدد بحدد بقلم غامق يعني يعني إرسمه بقلم خفيف وفي نفس الوقت دراكته حلوة ويتمسح يعني أنا لاحظت ده كده في الأخر ورسمته أمام أخف شوية وطبعا أنا يعني أنا برسم بغامق علشان هدف علشان أنا لما باجي برسم بفاتح مش بيبان في الكاميرا فأنتو لما بتصوروا رسماتكم وانتو بترسموا فهيبقى عادي ترسموا خفيف وكمان غلطها ان انتو لما ترسموا بتقيل لو هتلونوا هيبهت ولو حتى هترسموا برصاص وهتظللوا برصاص برضو لو فيه غلط مش هتعرف تمسحوا هتمسحوا بس هيفضل باين فهمت قصدي فهو ده عيب الإقلام التقيلة الإقلام التقيلة برضو لها فايدة انت بتغمق المناطق التقيلة ومثلا زي المناخير مثلا وزي تحت يعني مثلا لو طفاحة على سطح الطفاحة هيكون لها ظل فمن اول الظل كده هيكون غامق قوي فده اللي احنا محتاجينه فهمت قصدي وطبعا دلوقتي بحدد البلالين بحدد الاسم كلها عموم وكنت عايزة اقول لكم على حاجة ان ده رسم كارتوني فهو مش زي خروف حقيقي خروف سردي لا يعني الرسم سهل للاطفال عسان يرسموه ويفرحوا بالعيد نفسد انا الجطира ثم ينحدد سوف نسبل الوقت هنلون بعدين اللي انتو اعنين يعني يعني تغيروا في الوان البلالين تغيروا في شكل الخروف تشيلوا كلمة عيد سعيد اللي انتو اعنينه حطوا الله في الرسمك ونضع برده في البلونة لكي يبني اللمعة كما لا يوجد ظل للمعة نحن نلون وكمان تقدروا تلونوا السماء كما تريدون في السنة ستأخذ وقت طويل ستكون حلوة بس لو انتوا عايزين تلونوها لونوها كمان صراحة في الاخر يعني غيرت رأي في موضوع السمرة كنت هلونها بس غيرت رأي وكتبتلكوا عيد سعيد ودلوقتي بلون وزي ما قلتلك لو عايزين تغيروا الوان البللين تغيروا لون السور تلونو زي ما انتوا عايزين بقى تعملو حاجات تشيلوا الصخرة اللي تحت دي شايفة من هاش لازمة الصراحة للوقتي بدأت تلون السياج وفيه زي خشب مسك كل الخشب الطويل ده هو اللي مسكوا كله ده لونه هيكون اغمأ من الخشب ده نفسه اللي انا اعبى لونه الوقت ده طبعا يا اصدقائي تقول ما انتوا قاعدين في الايام الجميلة دي اذكروا الله صبحوا قولوا الاسكار اه واحي سنة النبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحدة صدق وعدة كملوا بقى أصدقاء عشان أنا شكلها قرر دلوقتي طبعا دلوقتي بلون وش الخروف وجوه يعني ولون خدوده البينج وحدد عيونه دلوقتي ضفت للشعر بتاع الخروف سنة لون لبني حاجة كده بسيطة قوي وطبعا بعد ما خلص تلوين هبتدي أحدد الرسمة كلها طبعا زي ما قلتلكون ده رسمة بسيط أي حد يقدر يرسمه ودلوقتي بحدد الرسمة زي ما انت شايفين لو لاحظته في شعر الخروف في سنة لون لبني وطبعا عرفوني أصدقاء في التعليقات يعني أعمل حاجات إيه علشان أنا بجد بقى محتار أرسم لكم إيه طبعا دلوقتي بحدد الأرض وبحدد السياج ودلوقتي بحدد جسم الخروف حدد رجله الأول بعد كده ببتدي أحدد جسمه ودنه وطبعا دلوقتي بحدد الشعر بتاهم زي ما انت شايفين دلوقتي بحدد مجموعة البلالين دي وعلى فكرة لو انتم مش عايتين عدد البلالين دي أو شكله حتى ممكن تتغير فيه عادي دلوقتي ببتدي لون الزرع وطبعا ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وسلام